بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا قد انتهينا في الدرس السابق من فترات السقة للفرق بين متوسطين مجتمعين في حالتين حال التباينات معلومة وحال التباينات مجهولة ولكن أحجام العينات كبيرة في هذه المرة سنبدأ في أغذاء الحالة الثالثة واللي حيكون فيها فترات السقة للفرق بين متوسطين مجتمعين 101-102 في حال التساوي تبايناي المجتمعين سجمة تربيع واحد بتساوي سجمة تربيع اثنين ولكن قيم هذه التباينات غير معلومة مع تبعية المجتمعين للتوزيع الطبيعي في هذه الحالة تم استخدام ما يسمى بالتباين العام أو التباين المشترك اللي بنرمزله بالرمز استربيع بي استربيع بي عبارة عن حجم العينة ناقص واحد في تباين العينة الأولى إنه واحد ناقص واحد في استربيع واحد زائد حجم العينة الثانية ناقص واحد في تباين العينة الثانية آه الثانية إنه تربيع ناقص واحد في استربيع اثنين مقسوما على حجم العينة الأولى زائد حجم العينة الثانية ناقص اثنين إنه واحد زائد إنه اثنين ناقص اثنين في هذه الحالة يكون شكل فترة الثقة أو التوزيع المستخدم في هذه الحالة T بألفة على 2 ودرجات حرية عبارة عن N1 زائد N2 ناقص 2 فترة الثقة لن تختلف عن فترة الثقة السابقة إلا في استخدام توزيع T بدلا من Z واستخدام التباين المشترك أو الانحراف المعياري المشترك خارج الجزر فترة الثقة ستكون عبارة عن X1 ناقص أو زائد ناقص أو زائد قيمة T عند مستوى معنوية مقسم إلى جزئين ألفة على 2 ودرجات حرية N1 زائد N2 ناقص 2 مضروبة في SB في جزر 1 على N1 زائد 1 على N2 طبعاً أبنائي يعلموا أنه يستطيع دخال SB دي تحت الجزر وتكون عبارة عن S تربيع B S تربيع B مكان الواحد اللي عملته في الطرح هنعمله بالضبط في الجمع لإيجاد الحد الأعلى بل في تنظر أبناء الطلاب إلى N1 بار 1 ناقص X بار 2 هذه وحدها بدون طرح بدون جمع ستعبر عن تقدير بنقطة للفرق بين متوسطي مجتمعين إذا كان مطلوب عندي في التمرين أو في المسألة ناخد مع بعض مثال المثال بيقول لي إذا تم اختيار عينتين من الأرانب الأولى تتكون من N1 بتساوي 13 وعطية الغذاء A والثانية من 15 أرنب N2 وعطية الغذاء B فكانت المقاييس المستخرجة من العينتين كما يليه طبعاً عارفين أن N1 ب13 N2 ب15 المقياس من العين الأولى X بار 1 المتوسط كان عبارة عن 25-62 S1 لانحراف المعياري كان 6.5% في العينة الثانية X بار 2 كان عبارة عن 28-33 S2 لانحراف المعياري كان عبارة عن 10-58 المطلوب إيجاد فترة ثقة 95% للفرق بين المتوسطين M1-12 وذلك بفرض أن المجتمعين يتبعان التوزيع الطبيعي وأن سجمة تربيع واحد بتساوي سجمة تربيع اثنين زي ما أنتوا شايفين الشروط كلها متوفرة لاستخدام توزيع T التوزيع للمجتمعات الأصلية توزيع طبيعي تبايناتها غير معلومة وإلا أنها متساوية نستخدم أحجام عينات صغيرة N1 وN2 بتساوي 15 و13 إذن نستخدم فترة الثقة باستخدام توزيع T لاستخدام توزيع T لابد أن نوجد أولا التباين المشترك أو العام عن طريق أخذ حجم العينة الأولى ناقص واحد في S تربيع واحد يبقى 13 ناقص واحد مضروبة في S تربيع S كانت بستة وخمسة من مية نربعها زائد حجم العينة الثانية 15 ناقص واحد في S الثانية كانت 10 و58 نربعها مقسوما على حجم العينة الأولى N1 بتلاتاشر زائد حجم العينة الثانية N2 بخمستاشر ناقص اثنين لما حسبنا القيمة دي على الآلة كانت النتيجة 77 و 1 6 6 9 هذا هو التباين المشترك نوجد انحرافه المعياري S B عبارة عن أخذ الجزر التربيعي لازيل قيمة كان 8.784 بالبحث في جدول توزيع T أمام درجات حرية زي ما قلنا باخد العينة الأولى N1 زائد العينة الثانية N2 أطرح منهم 1 من العينة الأولى 1 من العينة الثانية يبقى بطرح 2 13 زائد 15 ناقص 2 بتساوي 26 أسفل مستوى معنوية بيساوي 25 من 1000 والتي تمثل ألفا على 2 كان عايز مستوى ثقة 95 إذن ألفا بخمسة من 100 مقسوما على 2 بنجد ان القيمة من الجدول بتساوي 2.056 التعويض في فترة الثقة أو صيغة فترة الثقة X بار 1 ناقص X بار 2 كانت عبارة عن 25 عشرين واثنين وستين ناقص 28 تلاتة وثلاتين ناقص أو زائد مرة ناقص يديني الحد الأدنى مرة زائد يديني الحد الأعلى القيمة التي استخرجناها من الجدول ليه قيمة T مضروبة في S بي لانحراف المعيري المشترك في جزر 1 على N1 زائد 1 على N2 يبقى 1 على 13 زائد 1 على 15 لاحظ معايا 25.62 ناقص 28 33 القيمة ستكون سالب 271 هذه القيمة نذكر أبناء الطلاب أنها قيمة التقدير بنقطة نقطة واحدة مرة نطرح مرة نجمة القيمة بعد علامة النيس أو الزائد كانت 6.843 للحصول على الحد الأدنى اللي كان عندي سالب 9.553 ومرة نجمع للحصول على الحد الأعلى اللي كان عندي 4.133 دعا